الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من البدع في أكثر من حديث ومنها حديث العرباض بن سارية وهو حديث مؤثر وعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة هملت منها العيون وكذرفت منها العيون إلى آخره وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة والرواية عديدة ولسنا هنا الآن بصدد جمعها لكن المعنى ثابت فالبدعة أمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة بدعة يعني جديد على غير مثال سابق ومنه بديع السماوات والأرض فالبدعة أمر يجب أن يجتنب ولكن حصل بعد أن انقرض الجيل الأول جيل الصحابة وقد تلقى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم الجيل الثاني جيل التابعين انقرض أيضا جاء الجيل بعد ذلك الذي يعني خف فيه العلم واحتاج الناس إلى أن تكتب المعلومات التي كانت ملكات وسجايا في النفوس أن تتحول إلى معلومات مدونة عند ذلك دون علم أصول الفقه في الفترة التي تلي عصر تابعي التابعين فالشافع رضي الله عنه ولد سنة 150 للهجرة وأبو حنيفة وفيها في السنة فعلى هذا فالشافع رضي الله عنه يعني ولد في تلك الفترة أبو حنيفة من صغار التابعين أدرك عددا من الصحابة لكن يعني في أواخر أيام الصحابة في أواخر أيام الصحابة جاء الشافع رضي الله عنه وقد حصل خلل في الناس صارت بعض الناس فعلا يرى هذا كل محدثة بدعة فصار يبدع صار بعض الناس ما يفهم تطبيق الكتاب والسنة على الواقع صار بعض الناس يجعل النصوص متضاربة يختار ما يشاء فجاء الشافع رحمه الله آنذاك وكتب للناس ومن جملة ما كتب كتب كيف تعرف البدعة بدعة حسنة وبدعة قبيحة البدعة الحسنة دليلها ماذا ومن سن في الإسلام سنة حسنة البدعة القبيحة هي البدعة المخالفة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة ما معنى هذه كل عامة فهل كل محدث بدعة وجدنا أن محدثات ليس بدعة مثل ماذا كما فعل الصحابة ومنهم سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه إذن كيف بدعة ونعمة لا بد أن يكون في شيء فجاء الأئمة وعلى رأسهم الشافعي ومن أول من صنف في هذا على الإطلاق في قضية البدعة هو الإمام الشافعي فقال كل بدعة يعني كل بدعة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة من أين أتيت به يا شافعي قال أتيت به من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إذن فهم من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه إذن لا يكون بدعة فهم من قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فجاء الشافعي رضي الله عنه يقاعد لبدعة حسنة وبدعة قبيحة ما المقياس في الحسن والقبح هو الاتباع لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم تتابع الناس بعد ذلك ونظروا في الأشياء التي استحدثت ولقيت قبول الكافة فوجدنا إماما عظيما كالعز بن عبد السلام رضي الله عنه يجعل البدعة خمسة أنواع على حسب أقسام الحكم التكليفي هذه قضية البدعة تعرضنا لها مراتين وكالرأس كلامنا هنا ليس في البدعة إنما في رهاب البدعة بدعة فوبيا فوبيا رهاب إيش يعني رهاب يعني مرض غير طبيعي يجعل إنسان يرتع برعبا شديدا من شيء تافه في عندك رهاب الأماكن العالية في رهاب الغربة إذا اقترب عن بلاده يصاب بهذا ومرض معروف رهاب البدعة عند الوهابية مثل أمراض عديدة رهاب الشرك حيث افترض أن جميع الأمة مشركة سواه وسوا قومه وصار يخشى من كل شيء ويراه ذريعة للشرك هذا حالة مرضية رهاب العقل كل إنسان يتكلم بالعقل يحاربونه ويقولون العقل حمار وأشياء من هذا يرتعبون من العقل وهذا أخطر أنواع الأمراض لأنه السبب لكل ما جاء بعده من بدعة نخلاص العقل عطله وهناك رهاب البدعة والحقيقة من الأشياء التي أسست عليها البدعة الوهابية رهاب البدعة افترض ابن عبدالوهاب تبديع جميع المسلمين وأنهم جميعا ضلوا الطريقة إلى العبودية لماذا؟ لأنهم يجيزون التوسل والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام واكتشف معنى جديدا للا إله إلا الله وأن هذا المعنى هو ذاته ما كان يعرفه لا هو ولا آباؤه ولا أجداده ولا جميع العلماء فاكتشف فجأة معنى جديدا للا إله إلا الله فإذا كأنه جاء بدين جديد فيه كل شيء بدعة طيب هذه حالة مرضية يا أخي لماذا تتركون كلام الراصخين في العلم من السلف وأنتم صباح مساء تقولون تقولون كتاب سنة بفهم السلف طيب هذا إمام السلف هذا الشافع رحمه الله ويا أخي ما هو من أهل الرأي هذا محدث كما يقول في العامية الشام يجخه هذا محدث هذا الشافع رضي الله عنه وإمام معتبر عند جميع المسلمين وهو يقرر لك البدعة وهو من أمة السلف لا 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 أبدا لا نقبل لماذا لا تقبل قال لا في عندي بدعة حقيقية وفي عندي بدعة إضافية والبدعة الإضافية أخطر من البدعة الحقيقية وأتوا بأشياء يبحثون في المدرسة العلمية عمن خالف السلف الصالح وخالف الخط العام للمسلمين واضطرب قوله ليجعلوه هو المؤسس لموضوع البدعة وكان الشافعي أوضح وأيسر صبيلا إليهم وأقرب إلى دعواهم الفاسدة التي تقول كتاب وسنة بفهم السلف فوجدنا أشياء عجيبة غريبة وكل يوم نكتشف بدعة جديدة اكتشفنا فجأة أن العمل بحديث الضعيف بدعة وهذا أمره لم يقل به أحد لأن الحديث الضعيف قائم على احتياط ماشي عديه هاي هذا الحديث الضعيف اكتشفنا الحديث الذي صححه بعض العلماء وأفرد فيه جزءا وعملت به الأمة مثل ماذا مثل ليلة نصف من شعبان مثل صلاة التسابيح اكتشفنا أنه بدعة طيب يا أخي أشياء هذه جات ولها أصل أبدا أبدا بدعة تطور الأمر أكثر فوجدنا تبريك المسلمين بعضهم لبعض بيوم الجمعة جمعة مباركة أو بالتركي هيرلي جمع الأر إذن أنت مبتدع والعياذ بالله كيف يكون هذا هذا فيه ظلم كبير لا يوجد مشكلة في هذا الأمر دعاء بالخير يدعو لك أن يكون يومك مباركا هذا من السنة الحسنة من يعني تقوية صلاة العلاقات الاجتماعية بالمسلمين لا 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 وجدنا شيء أخطر وأغرب قال حينما تقول المرحوم هذا بدعة كيف عرفت أنه مرحوم طيب إذا قلنا ملعون أيضا ما تعرف قد لا يكون ملعونا طيب ماذا نقول نقول الميت يسحبار ليس في هذا هذا المرحوم يعني هو انتقل من رحمة الله إلى رحمة الله يعني رجاء رحمة الله لا لا أبدا تقول انتقل إلى رحمة الله حسبنا الله ونعم الوكيل أنت تتكلم بالغيب وتقول انتقل إلى رحمة الله ما أدراك أنه انتقل إلى رحمة الله طيب ماذا أقول يا أخي قال قل رحمه الله يا مسكين ما هو رحمه فعل ماضي مبني على فتح الظاهرة على آخره وانتقل أيضا فعل ماضي مبني على فتح الظاهرة على آخره وبعدين رحمه هذا اسمه ماذا اسمه خبر يراد به الإنشاء وانتقل إلى رحمة الله أيضا هو خبر يراد به الإنشاء فأنتم بدعتم ما بين السماء والأرض لم يبقى شيء إلا قلتم عنه بدعة المنابر أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه منبر جاءت امرأة لها ولد نجار قالت يا رسول الله ابن نجار يصنع لك يعني هذا منبر من الغابة فسمح لها النبي عليه الصلاة والسلام عدد الصحابة قليل فيه المسجد النبوي والمسجد النبوي صغير وهذا النجار فعل هذا أتى بثلاث درجات من عندي نفسه يعني اجتهد النجار من عندي نفسه لم يمره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له ثلاث ولا أربع ففعل ثلاث درجات فخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا في الوهابية الآن من يقول أكثر من ثلاث درجات بدعة يا أخي المسجد ضخم جدا كبير جدا يحتاج إلى أن يرتفع الصوت والمساجد هذه ذوات الدرجات العالية فتحت حينما تسعت البلاد وزاد عدد المسلمين أبدا بدعة وهكذا 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 حتى ضيقوا عليك أنفاسك بقضية بدعة وضلالة والمشكلة الكبرى أن كلمة بدعة هي درجات كما قال العلماء وكلمة بدعة عادة للبدعة الخطيرة يقول أهل السنة وأهل بدعة هذا تكون في الاعتقادات أما البدعة اليسيرة هذه التي تحصل هي معاصي نعم لكن بشرط أن لا تكون على الطريقة الوهابية لابد أن تكون مخالفة إيش يعني مخالفة؟ يعني هناك منع شرعي منها وإلا فهي داخل في العموم فهذه من المشكلات والعلامات المميزة الوهابية قضية رهاب البدعة أو بدعة فوبيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم